موسيقى الاخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على نشاط مكتب الاثار والمتاحف بالمحافظة وذلك خلال لقائه مدير عام مكتب الاثار والمتاحف بالمحافظة سالم عبدالله باكريت وخلال اللقاء أكد محافظ محافظة المهرة أن السلطة المحلية تعطي في أولوياتها اهتماما أكبر لجانب الاثار مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها من الاندثار موجهن شؤون الفنية بتسوير مقبرة حيرج بمديرية سيحوت من جانبه ثمن مدير عام مكتب الاثار والمتاحف باكريت جهود السلطة المحلية لاهتمامها بجانب الاثار والموروثات التي تتميز بها المحافظة مشيرا إلى أن مكتب الاثار سيقوم بنزولات ميدانية لمديريات منعر وشحن وحوف ضمن الخطة التنفيذية للمكتب لاستكشاف وتفاقد المعالم الاثرية فيها اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على الأوضاع الخدمية والأمنية بمديرية حسوين وذلك خلال لقائه بمدير عام مديرية حسوين ياسر عبدالله الأسد وفي اللقاء شد محافظة المهرة بدور السلطة المحلية بمديرية حسوين في استثباب الأمن بالمديرية وتوفير الخدمات مؤكدا استمرار دعم السلطة المركزية بالمحافظة لكافة المديريات في شتى المجالات وخلال اللقاء وجه المحافظة بن ياسر بتأثيث مستشفى حسوين الريفي باعتباره مرفقا خدميا هاما يستفيد منها المواطنين من جانبه ثمن مدير عام مديرية حسوين دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمديرية حسوين في كافة المجالات الخدمية والأمنية وفي ختام اللقاء قدم مدير عام مديرية حسوين درع شكر وتقدير لمحافظة المهرة نظير جهوده الكبيرة في تقديم وتوفير الخدمات للمديرية إلى حضر موت حيث وضع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة حمد عبدالله الجوعان بمنطقة شحوح بمديرية سيئون التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من جمعية الإلال الأحمر الكويتي واستمع الوكيل الكثير إلى شرح حول المشروع الذي يتضمن بناء ثمانية فصول دراسية وملحقاتها وغرفة للإدارة وغرفة للمدرسين وساحة عامة وملعب رياضي على صعيد متصل وضع الوكيل الكثير ومعه مدير مديرية القطن عبداللطيف النقيب وضع حجر الأساس لمشروع بناء 12 فصلا دراسيا بثانوية الثواب وثلاثة فصول بثانوية الخنساء للبنات بمديرية القطن بتمويل من مؤسسة الثواب الخيرية وأشهد الوكيل الكثير بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشغيقة وكافة المنظمات المحلية والدولية بمشاريع مستدامة الأثر في ظل الظروف التي تشهدها بلادنا مبديا استعداد السلطة المحلية بالتعاون مع كل الشركاء لما فيه تنمية المحافظة في حضر موت أيضا دشن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء صمحة مريشة الكثير الامتحانات إنهائية للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سيئون واستمع الوكيل الكثير أثناء جولته في قاعات الامتحان بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية إلى شرح من عميد الكلية دكتور مكسيم السباعي حول عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والتخصصات التي تستشملها الامتحانات وأعرب الوكيل الكثير عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح متمنا الجهود التي تبذلها عمادة الكلية في تهيئة الأجواء المناسبة مشيدا بحسن التنظيم وترتيب الجيد للقاعات الامتحانية اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير على سير العمل في مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد البالغ كلفته الإجمالية مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف دولار بتمويل من حصة وادي حضر موت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط وتعرف وكيل محافظة من مدير عام مديريات القطن عبداللطيف النقيب والجهة المنفذة لمشروع على نسبة الإنجاز في المشروع مشددا على مضاعفة اليهود والعمل بوترة عالية لإنجازه وفقا للفترة الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة منوها بأن المشروع سيعمل على توفير بنية حديثة للمستشفى بكافة أقسامه والرفع من مستوى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين نظمت إدارة الثقافة بمديرية القطن بحضر موت فعالية تابينية لمديرها السابق الشاعر والباحث نائف صالح الحددي القعيطي وفي فعالية تابين شهد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي وصحراء عصام الكثير بمناقب ومآثر الفقيد الشاعر نائف الحددي ما تركه من بصمات كبيرة خلال عمله في إدارة الثقافة بمديرية القطن بمعتبرا رحيله مثل خسارة كبيرة للساحة الأدبية والثقافية وأعلن الوكيل الكثير لدعم السلطة المحلية لأحد دواوين الفقيد تخليدا لذكره وفاء لإسهاماته الكبيرة في المجال الأدبي والثقافي وألقيت في الفعالية عدد من الكلمات تطرقت إلى سيرة ومناقب الفقيد وأدواره في النهوض بالحركة الثقافية وخدمة المجتمع وجرى خلال الفعالية التي حضرها عضو مجلس ساشورة صلاح باتيس ومدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب جرى عرض ريبرتاج عن حياة الفقيد كما تم تكريم أسرة الفقيد من قبل السلطة المحلية ومكتب زالة الثقافة بالوادي والصحراء وفاء وعرفان لعطاءات الفقيد افتتح وكيل محافظة شبو المساعد علي الكندي المقر الجديد لشركة الأخوين لتجارة العامة بمدينة عتق بالتزامن مع تكريم الشركة لواحد وثمانين من موظفيها والمستفيدين من البرنامج والأنشطة التدريبية التي نفذتها الشركة في مجال توريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية الحديثة لعدد من المهندسين ومزارعين وخلال الافتتاح أكد الوكيل الكندي همية المشاريع والاستثمارات التي تنفذها الشركة في مجال الطاقة البديلة في المحافظة وتركيزها على دعم القدرات الفنية للقطاع الزراعي ومساهمته في إيجاد معالجات لمشكلات قطاع المياه وأكدا دعم قيادة المحافظة للمناشط الاستثمارية والتنموية للشركة لافتا إلى مدى استفادة المجتمع المحلي وكوادره الفنية والزراعية جانبه أوضح مدير عام العلاقات في الشركة صالح البابكري قيام الشركة بتوريد وتركيب 112 منظومة شمسية للآبار الزراعية و802 من المنظومات الشمسية التجارية إضافة لتدريب 22 مهندسا في مجال الطاقة الشمسية واستخداماتها وتبني برامج التدريب المستمر للمزارعين على الاستخدامات الآمنة للطاقة الكهربائية الحديثة والبديلة في مجالي إنتاج المياه وترشيدها دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمدرية خنفر الدورة التدريبية التنشيطية حول برنامج سي ام اي ام للعاملين الصحيين الذي تنفذه منظمة أدرى ضمن مشروع المساعدة الطارئة للأمن الغذائي بمحافظة أبيان بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وأوضحت ضابط التغذية بمنظمة أدرى دكتورة فايزة باذيب أن الدورة تستهدف واحدا وعشرين من العاملين الصحيين في مديريات خنفر أحوار سباح رصد وزنجبار حول برنامج حالات سوء التغذية على صعيد متصل دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمدرية خنفر دشن الدورة التأسيسية للقابلات في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال ضمن مشروع المساعدة متعددة القطاعات والاستجابة التغذوية الذي تنفذه منظمة أدرى إلى ذلك أشهد مدير الصحة والسكان بمدرية خنفر صلاح بالليل بجهود تأهيل الكادر الطبي بمدرية خنفر في إطار برنامج شامل لتطوير المهارات الطبية في المدرية في مختلف التخصصات نختم من لحج حيث أقامت منظمة البحث عن أرضية مشتركة في محافظة لحج بالتنسيق مع مكتب الإعلام بمحافظة لحج مقابلات لاختيار متدربي برنامج بناء القدرات المهانية الإعلامية الإحترافية الإعلامي المحافظة وهدف اللقاء بحضور مدير إعلام المحافظة سعدان اليافعي لاختيار 25 إعلاميا من المتقدمين العاملين والمراسلين في الوسائل الإعلامية المختلفة وفق تخصصاتهم المهانية الذين تقدموا وفق الاختبار الإلكتروني وقال مدير مكتب الإعلام بمحافظة لحج اليافعي أن الدورة فرصة حقيقية لتطوير مهارات الإعلاميين في مختلف التخصصات مبينا أن محافظة لحج بشكل خاص مليئ بالقضايا الإنسانية والاجتماعية خاصة القضايا المتعلقة بمعاناة المرأة والمجتمع وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة